لقد تغير المجال المهني لصناعة الأمن في فيينا فبدلا من حماية الأحداث والاحتفالات أصبح أفراد الأمن الآن مطلوبين بشكل أساسي للتحقق من الوصول بسبب الوباء وتفتقر هذه الصناعة الآن إلى مئات الموظفين في فيينا وحدها في حالة الوباء يوجد اتجاه إلى وظيفة الأمن أمام شوارع التطعيم والمستشفيات ومراكز التسوق والمكاتب الحكومية ويتحققون من قاعدة جي اثنين أو جي ثلاثة ويشيرون إلى أن القناع مطلوب وتحول مجال عمل أفراد الأمن في الوباء من الأحداث الكبرى في القطاع الثقافي والرياضي والمطار إلى ضوابط الوصول المتعلقة بالوباء ويوجد حوالي ويوجد الآن حوالي تسعة آلاف حارس بدوام كامل وسبعة آلاف حارس بدوام جزئي وموظف هامشي في جميع أنحاء النمسا ويعمل موظف شركة سيكوريتس حاليا على ما يقرب من ثلاثين طريقا للاختبارات وأحد عشر خطا للتطعيم ولا يزال يتم البحث عن موظفين وتقول المتحدث باسم سيكوريتس كتغينا ليمن كاشل نحن نوظف باستمرار موظفين جدد ونتطلع إلى كل طلب جديد وجيد نتلقاه وبصفتنا أصحاب عمل يمكننا على أي حال أن نقدم لموظفين وظيفة مقاومة للأزمات وبشأن هذا الموضوع وهذا العمل لقد بحثت أثناء وجودي هنا عن هذا العمل ولقد لقيته لنقراه الآن سويا سوف أتحدث لكم الآن كيف تستطيعون التقديم لهذا العمل طبعا إذا كنت تود أن تحب أو لأقول لك دعونا نتكلم الآن باللغة العامية G4S ist einer der führenden Unternehmen für integrierte Sicherheitslösungen Wir stellen uns Herausforderungen, unsere Kundinnen und Kunden mit unserer Erfahrung und unserem Know-how zu begeistern Rund 3000 Mitarbeiter und 3000 Mitarbeiterinnen lieben unsere Kundenorientierung und unser Serviceverständnis täglich bei unseren Kunden vor Ort هنا يتحدثون عن الشرق وكيف يقومون بالعمل وعداد الأشخاص الذين يعملون لديهم أما من أجل الوظيفة Als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen übernehmen sie folgende Aufgaben هذه سوف تكون المتطلبات من أمام عموى المتطلبات من دعونا أمام العامية سوف تكون المتطلبات من جديد من طبعا إذا كنت تتضيف على الأمن والأمان في المكان الذي تعمل فيه ويجب عليك أن تعمل أيضا كنترول للأشخاص الذين يودون أن يدخلوا إلى مطعم أو إلى مطار وما شابه أما العرض الذي تقدمه هذه الشركة والأشياء المتطلبة منك أيضا من أجل الحصول على هذه الوظيفة هي فاليغيكات أن تكون فوق الثامن عشر عاما ويجب أن يكون سجلك عند الشرطة نظاميا ولا توجد عليك أي مشاكل وبالنسبة لهذا الأمر يجب عليك أن تذهب إلى الشرطة وأن تستلم ورقة اسمها سيغوتي دويتشكنتنسي أن تتحدث باللغة الألمانية بشكل جيد سيجلك فليكسبيلتات أن تحافظ على وقت العمل أي أن تستطيع العمل داخل مجموعة من الأشخاص الذين يعملون معك أي يجب عليك أيضا أن تستطيع العمل على الكمبيوتر والأجهزة التي المتعرف عليها مثل برنامج Word, Excel, Office والذي منه يعني ولا يجب عليك أن تتركه مثلا إذا جاء حضر جديد أيضا بالإضافة إلى أنه كما قلت في الأول تستطيع الحصول أيضا على 40 سنتا إضافيا إذا عملت في الليل وعلى ساعة الواحدة سوف تأخذ 9 يورو و84 سنت أما إذا أردت أن تسجل من هذا إذا أردت أن تعمل في هذه الشركة يجب عليك فقط أن تضغط هنا يتس أونلاين بفعب يتس أونلاين بفعب